اول حلقة من مسلسل الكارتوني Tina Titans نزل قبل 19 سنة من يوم تنزيل هذا المقطع من الممكن انه راح اس اصوي تلخيص كامل للكارتون اول مسلسل اشرح فيها قصة تيرا واشرح فيها قصة المسلسل بالكامل ولكن اليوم راح ارفت اخر حلقة من المسلسل وراح نشرح فيها نهايتها وإيش صار بالضبط هل أن يكون معنا في مقطع اليوم اللي راح نشرح فيه نهاية القصة ونهاية قصة تيرا حتى نعرف وش سالفت المسلسل وليش تكنسل ونعرف وش كان وصية هذا الكرتول الاسطولي قبل ما نبدأ لا تنزل الاشتراك تساعدنا زي ما ان شاء الله رح نساعدكم معكم ريان ويا الله نبه الحلقة الاخيرة من اخر موسم في هذا المسلسل العظيم اللي كان اسمه Things Change نزل في جانواري 16 2006 بعد قضاء الموسم الخامس كامل في الملاحقة ومحاولة الهزيمة Brotherhood of Evil اخيرا رجعوا لتين تايتنز المدينتهم ولكن يلاحظون ان الحي حقهم وحارتهم ما هي زي اللي كانوا يذكرونه كثير من العماير او الاماكن اللي كانوا يروحوا لها زي المطاعم تقفلت عشان يبنوا مبدالها اماكن مكاتب للشغل فيما كانوا التايتنز يحزنون على كل هذه الاماكن المقفلة فيه كائن غريب كان يقدر يغير نفسه للاشياء اللي حواليه وطلع وهاجم على التايتنز وبدأ يدمر المدينة كاملة وفي وسط الدمار والفايتات والقتالات اللي قاعدة تصير في هذا الوقت وهذه اللحظة بالضبط Beast Boy لاحظ تيرا ما بين باقي السيفليونز او الناس العيديين وفيما كانوا التايتنز يدورون لهذا الوحش الغريب Beast Boy راح ورحل عشان يدور صديقته اللي هي طبعا تيرا بعد ذهاب Beast Boy للقبر حق تيرا لاحظ ان التمثال اللي تيرا تحولت له اختفاء معناته ان تيرا هي بالفعل موجودة وما هي ميتة يذهب Beast Boy حول المدينة يدور لها في الليل كامل ولكن بلا فايدة حتى مع ذهابه الاماكن اللي انصنعت ذكرياته مع بعض فيها كانت محاولاته بلا فايدة الى ان تلاقى مع سليد ويلسن اللي هو Deathstroke اللي يحاول يقنع بيست بوي ان تيرا حياتها افضل بدون بيست بوي وما تحتاجه وهي بالعاني او بالقصد تحاول انها ما تتذكره بعد هزيمة بيست بوي لDeathstroke واستكشافه ان هذا ما هو Deathstroke الصدقي بل هو بس نسخة روبوت منه الا ان بعدها الكلمات اللي اطلعت من هذا الروبوت باقي قاعدة مع بيست بوي ويفكر فيها عبر الحلقة كاملة تيرا ما قدرت تذكر اي شي عن بيست بوي ولا حياتها اللي قبل لدرجة انها حتى تقول ان تيرا ما هو اسمها اصلا ولكن في اخر لقطة من هذه الحلقة بيست بوي يكمل في اخر طلب حقه انها ترجع له وان كل شي زين ما بينها وبين التين تايتنز ولكن هي ردعت عليه هذا الرد مع روبينيق اطحهم وارسال رسالة البيست بوي انه يجي ساعدهم بيست بوي يسألها مرة ثانية انها تجي معاه ومع اخر كلماتها هذه تيرا تختفي في الزحمة ومجموعات الطلاب اللي قاعدين يمشون مع رد بيست بوي انه يقول للروبين انا جاي في الطريق ومع لفته وكيف كان يجري تجاه هذا الضوء الابيض كانت هذه اخر لقطة من مسلسل تين تايتنز ويخلونا المشاهدين ما يدرون اذا هي الصدق ماتت او لا او اذا هي تتذكر اي شي عن تين تايتنز ولكن انا شخصيا اتوقع انها تتذكر اكثر من اللي هي تعلمنا مع الادلة موجودة في محدثتهم الاخيرة ولكن المهم ان الناس ما يدرون او مو بلازم تعرف اذا هي الصدق ماتت او كيف ماتت بل انها هي رجعت ومع انها رجعت things changed اللي هو اسم الحلقة ويعلمنا انها هي ما هي هذيك الشخص اللي كنا نذكرها وافضل شي بيست بوي يقدر يسويه هو انه يقبل هذا الشي ويرجع مع فريقه في الضوء نهاية حلوة وممكن ما اعجبت الكل ولكن نبغى نعرف ليش انتهى هنا اصلا من البداية كان في اسباب كثيرة جاتنا من كل مكان بعضها يقولون ان الالعاب اللي كانوا يصنعونها ما كانت تجيب المبيعات اللي كانوا يتوقعونها الناس في الرتب العالي في كارتون نتورك ما زد اهتموا لهذا المسلسل وكنسلوه التقييمات بدت تصير اخيس واخيس واسباب ثانية المصانعين حق هذا الكارتون على قولة هوغي اللي تكلم عن هذا الموضوع في موقع كان موجود للفانز او المتابعين او المحبين التين تايتنز في 2006 ويقول ان جاهم العلم في بداية صنع الموسم الخامس انه راح يكون هذا اخر موسم لهم في البداية كان المفروض يكون فيها 20 حلقة للموسم الخامس ولكن بعد فترة جاهم العلم انه بعد يكون بس 13 حلقة فعلى قوته سووا تعديلات كبيرة عشان ينهون القصة في طريقة حلوة ومع انهم نحن بعرفين كيف كان انتهى المسلسل لو انه كمل مع السبع حلقات اللي انشالت منهم هوكي بس يقول انه ممكن كان اضاف ان فكرة سليد ويلسن او ديستروك يكون الرئيس حق البراثر اوه ما يعني يتكلم اليوم حق البراثر هود اوف ايفل عشان بعد فشلهم في الاهتمام او التخلص من تين تايتنز في فرصتهم الاولى ولكن عشان يزالت السبع حلقات اللي كانوا مخططين عليها انشال سليد ويلسن او ديستروك من القصة او من السيزن الخامس بالكامل الى ان ظهر في كامي وبسيط في الحلقة الاخيرة في نهاية كتابة الموسم الخامس واحد من الاكزيكيدف برودوسرز اللي اسمه السام ريجستر جاب فكرة انهم يسوون ري براند للموسم الخامس ولكن مع هوكي وديفيد سلاك ينتقلون لأعمال اخرى جاء الفرصة للسام ريجستر قليم مورا كامي صانع السيريز وايمي وولفرام كاتبة ومحريرة قصص انهم يسوون كونسب جديد للموسم السادس في مقابله الولفرام قالت ان فكرتها للموسم السادس اللي كان بيصير اسمه نو تين تايتنز كانت تبغى تكون فيها منظر اكبر او نظرية اكبر حول العالم او اشياء زي كده واحدة من الافكار كانت ان تين تايتنز تاور يكون موزع حول العالم كامل وما هو في مكانه الاصلي ومع ان هذا الموسم كان خلى الخمسة التايتنز المعروفين كان ايضا زاد 25 شخصية اساسية من عالم دي سي اوه ضايل عنكم يا كارتون نتورك لانه كان بيركز على عدة شخصيات ثانية وكان بيركز في حياتهم وقصتهم ويعطينا يعني نظرية لهم افضل من اللي جانا في تين تايتنز جو فان رفض الطلب على هذا الموسم وكان يقول هوقي لو ان في فرصة كبيرة ان الموسم السادس ينزل ما كان وقفنا موسم الخامس على طريقة اللي وقفناها فيها مع انهم ما كانوا عارفين اذا اصلا بيكملون الموسم السادس او لا يعجبني انهم انهوا الموسم الخامس بالطريقة اللي ينهوها وهي شي ما يخلينا نحتار او ما ندلوش اللي قاعد يصير للابد اوكي بعضكم يقول يعني وش صار التيرا وش صار البيست بوي ولكن لو انه كمل على الموسم الخامس كان جا شي مرة مهوزين وشي راح يخلينا نحتار وش اللي قاعد يصير اكثر من الطريقة اللي يعني هنقعدين محتارين على وش صار التيرا او هل هي رجعت ولا لا ولكن الحسن الحظ الموسم الخامس ما كان اخر شي لهذا البرنامج الرهيب بل بعد ثمانة شهور من كنسلة هذا المسلسل نزل الفيلم واللي هو كان راح يكون اخر فيلم او اخر عمل لهذا الكرتون ومع ان الفيلم هذا انتهى بطريقة حلوة وخصوصا انه يعني اكثر شي وضوحة او اكثر شي الناس لاحظوه طبعا بيلاحظونه يعني شي مهم في القصة اللي هي ستار فايرو وروبن يخلون علاقتهم رسمية ولكن انا الصراحة اشوف النهاية حق التيرا وبيست بوي كانت افضل للمسلسل او العمل ويب هذا كان شرحي لنهاية المسلسل هذا الرهيب الاسطوري اللي يعرف كثير منكم يحبها وتعلموني في الكومنتات زي ما علمتوني في مقطع المقارنة بينه وبين اللي في عالم الخاص ولكن يب قبل ما اخلص ابغاء اشكر المنتسبين حقينا والله من زمانة بعد ان شكرتهم واذا تعرفش الانتساب روح الرابط تحت وراح تعرف فشكرا يا اين كي سعود اي كي اتش زينب اي تي ام تونتي ناين ريف تولف بوين تولف ولد الالعاب راندم جيمز دبل دول اس دي اكس سي ان باستي قبرص فوش جيمينج مساعد البلوي فارس الاسطورة وجوي ار جوي ار والشخص هذا اللي ما يبغاني يقول اسمه شكرا جدا لكم خلصتوا نص سنة معانا نص سنة شكر خاص لكم